زي ما الاهلي كان عنده مباراة ودية الزمالك ايضا كمان كان عنده مباراة ودية النهارده امام الترسانة وها استطاع فيها الفوز على الترسانة بهدف دونه مقابل واحدة من المباراة الاعدادية اللي بيشتغل عليها باتريس كارتيرون المباراة دي شهدت مشاركة سيسي وشيكبالا التشكيلة اللي ابتدى بيها المباراة دي صورة برضو من المباراة محمد ابو جبل حازم امام حسام عبد المجيد ومحمد حمدي ومحمد عبد الشافي طارق حامد ومحمود عبدالعزيز وأوباما وشيكبالا وحسام أشرف والهجوم رزاق سيسي الرجل عمل تسع تغيرات في الشوط الثاني نزل محمد عواده في الدفاع عبدالله جمع وحسام بيسو وخط الوسط إمام عشور ورؤة ونمار وأحمد وأيمن حفني وصف جعفر وخط الهجوم يوسف أسامة نبيه مجموعة من التبديلات الكتير اللي أجراها الرجل عشان يشوف أكبر قدر ممكن مال لعيبة نادي الزمالك وأستغل هذه الفترة في ظل الغياب طبعا كل اللعيبة الدولية اللي موجودة مع المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولة كاس العرب